مرحبا بكم على قناة تجارب دكتورك الرياضيات في هذا الفيديو سوف نحكي قصة عالم الرياضيات واقتصاد العبقاري جون ناش وأيضا هناك فيلم يحمي الاسم أبيوتف المايند هذا الفيلم يحكي قصة حياة العالم الرياضيات ولكن هذا الفيلم كما باقي الأفلام هو لا يخلو من الدراما الزائدة فيه بعض الدراما اللي لم تكن حقيقية فعلا ولكن في هذا الفيديو سوف نحكي القصة الحقيقية للعالم الرياضيات جون ناش بعد أن بحثت في هذا الموضوع ولكن نتفق أن لا أجيد طريقة الحكي فقط سأغطي حقائق حياة هذا العالم بالمختصر المفيد وربما لن أتفوق في التشويق فقط سأعطي معلومات حول حياتي وكيف كان يعاني من بعض الأمراض وقصته الحقيقية فقط أنا لست كالخراز مثلا لا أستطيع أن أروي قصة بطريقة مشوقة أو لا أعرف في هذا المجال المهم نبدأ بقصة هذا العالم هو ولد في عام 1928 في أمريكا كان طفل منطوي على نفسه نبدأ من الصغر كان طفل منطوي على نفسه شاريه الدهن وكان غريب الأطوار هو دائما كان يهرب من التجمعات وكان يحب أن يبقى وحيدا درس الهندسة في صغاره درس الهندسة والكيمياء ولكن بسبب حبي شديد للرياضيات دخل في عام 1947 إلى جامعة برينستون ليدرس الرياضيات وكان يسكن في الحي الجامعي رفقته وحد صديق ديالو سأدعكم تتعرفون عليه من خلال الفيلم وهذا بيت القصيد في هذه القصة هو هذا الصديق مهمنا أقول شيئا عن هذا الصديق خلال هذه الفترة بدأت تظهر أعراض غريبة على جون ناش فقد كان يمتنع عن الحضور للمحاضرات وكان يراقب الطيور ويحاول تفسير حركتها وكان يربط أي شيء يراه كان يربطه بالرياضيات وخلال تحضيره لبحثه كان دائما يستفز أستاذه بأحد الأسئلة ونظرية الغريبة ولكن استطاع في الأخير أن يقنع أستاذه بنظريته في عام 1950 بعد ثلاث سنوات أكمل دراسته العليا وكتب رسالته التي تعتبر مساهمة بارزة في نظرية الألعاب The Game Theory والتي لها استخدامات كثيرة جدا في علم الاقتصاد وأيضا لديه إسهامات في الرياضيات مثل الهندسة التفاضلية مثلا La Geometry Differential وأيضا La Geometry Partial المهم لن ندخل في حيثيات هذا الموضوع سندعو هذا الفيديو خاص بقصة هذا العالم في هذه الفترة كانت بلاده في نهاية الحرب العالمية الثانية والتي كان لعلماء الرياضيات واحد دور كبير في حسمها من خلال فك شيفرات العدو وبالأخص عالم الرياضيات آلان تورينغ الذي هدواء مخترع الكمبيوتر سنحكي قصته في فيديو آخر كما اتفقنا سوف نروي قصة قصة عالم من علماء الرياضيات كل يوم أحد سوف نحاول أن نلتزم بهذا الموعد كل يوم أحد سوف تكون لدينا قصة محفزة لعالم من علماء الرياضيات سنربح من هذا التحفيز الذي سنتحفز للدراسة ثم نعرف تاريخ يعني تاريخ الرياضيات وكل العالم ماذا قدمه لهذا الميدان المهم بدأ جون ناش في هذه الفترة يتخيل أشياء وأشخاص غير موجودين فعلا لا أريد حرق أحداث الفيلم لكن من المهم ذكر نوع مرض جون ناش فقد كان مصابا بمفسام في الشخصية ويسمع هلاويس وأصوات ويشك دائما أنه مراقب ومعرض للقتل تخرج وأصبح أستاذا جامعيا ولكن كان دائما غريب الأطوار حتى في الجامعة ومع الطلابة يعني فقد كان غير مقتنع بالمناهج الدراسية وكان يقول أن إعطاء المحاضرات بالطريقة تقليدية سيتعب أدمغتنا ويدمر قدراتها على الإبداع والابتكار وأيضا كان بسبب تخيلاته يقوم بتصرفات غريبة وكأنه يكلم أشخاص غير مرئيين فزار دكتورا نفسيا بإسرار من زوجة إليشيا ودخل إلى مسحة نفسية لمدة تزيد عن سنة بعد هذه المدة عاد للمنزل لكنه كان يمتني عن تناول الأدوية وبدأت حالته تسوء من جديد حتى أصبح خطرا على زوجته وابنه الذي كان يبلغ فقط ثلاث سنوات لأنه في يوم من الأيام كاد أن يغرق ابنه السغير في حمام للمنزل ولما أنقذت زوجته الموقف أدت به تخيلاته إلى دفعها وإسقاطها أردا بعد لحظات وعند تهديئته وعودته إلى رشده طالبا من زوجته الانتقال للعيش ورفقة تشقيقتها يعني خوفا عليها وعلى ابنه هذه هي زوجته لكنها رفدت وفضلت البقاء بجانبه ومحاولة إقناعه بأن كل مخاوفه ليست حقيقية وأنها مجرد أوهام واستطاعت رفقة الطبيب النفسي إقناعه بأن بعض الشخصيات التي يراها ليست حقيقية فاستطاع بعبقاريته ودكائه أن يتعايش مع مرده ويتجاهل جميع الأشخاص الوهميين وتجاهل أيضا السخرية التي كان يعاني منها من بعد الطلبة في الجامعة في سنة 1994 أتى إليه شخص وعرف بنفسه على أنه مندوب وأخبره أنه تم ترشيحه لجائزة نوبل ولكنه قال نجر الناش قال له أنه لا يزال يعاني من المرض ويرى أشخاصا غير حقيقيين وأنه لا يستطيع تلبية الدعوة لكن بدعم من زوجته والعملين معه استطاع أن يحصل على جائزة نوبل ولكن جائزة نوبل ليس في الريادية لأن هذه الجائزة ممنوعة على علماء الرياديات لا أعرف لماذا بالضبط يقال أن السبب في ذلك قد يكون لعدم إعجاب ألفريد نوبل بعالم الرياديات ألفريد نوبل هو الذي أنشأ هذه الجائزة التي تعطى للمتفوقين في بعض المجالات لكن جون ناش لماذا حصل عليها؟ هو حصل عليها في الاقتصاد لأن نظرية الألعاب التي طورها كانت لها مساهمات كبيرة في مجال الاقتصاد وتساعد هذه النظرية على دراسة دراسة اتخاذ القرار الاستراتيجي وعملية سمع القرار والمنافسة والمزادات والانتخابات السياسية مجموعة من الأمور وقد درست هذه النظرية سابقا في الماستر ولي غريب استوضاف أنها ليست يستوضاف ولكن قد تبدو أنها صعبة من خلال هذ الكلام اللي قلت عليها ولكن حصلت على معدل يعني دل عشرة على عشرة يعني النقاط كاملة لأنها أصلا وحد نظرية لي بسيطة جدا بسيطة جدا ربما تبحثوا عليه في جوجل بسيطة جدا ومشيغل بوحدة اللي حصلت على عشرة على عشرة لأنها مجموعة من الأصدقاء سيما كانوا عندهم عشرة على عشرة لأنها لم يكنش يعني مادة كاملة كانت غير نصف مادة ونصف آخر كانت في أشياء أخرى كانت يعني عشرة نقاط في نظرية الألعاب وعشرة نقاط في حد نصف مادة أخرى المهم في عام 2015 وهذه النهاية القصة في عام 2015 وفي حالة استيضام سيارات أجرة توفي جون ناش رفقة زوجته إليشيا عن عمر يناهز 87 سنة وانتهى معه مراده الذي يعني لازمه إلى نهاية حياته